من هنا بدأت القصة بعد أن اجتمع الجميع سنة وشيعة وكرد واتفقوا لأول مرة على شخصية رئيس الوزراء الجديد ألا وهو مصطفى الكاظمي الذي قرر من اللحظات الأولى لتكليفه بأن تكون حكومته خادمة للشعب أتشرف أن أقدم لك كتاب التكليف وأتمنى لك كل الموافقية يا كاكا مصطفى سيد الرئيس أتشرف بقبول هذا التكليف كلنا خدم بشعبنا العراقي وسنعمل نكون بمستوى المسؤولية أمام الشعب والتاريخ وأشكر كل كتل السياسية التي عملت لتوحيد خطابها من أجل النهوض في العراق ليتوجه إليه بكلمة أكد فيها أنه سيعمل على حماية المواطن من أي جهة داخلية أو خارجية معتبرا محاسبة الفساد والفاسدين مهمة وطنية الاجتماعات والحوارات واللقاءات استمرت طيلة الفترة الماضية للعمل كفريق واحد لإنقاذ العراق من الأزمات التي تعصف به وخاصة المالية والصحية إلى جانب تعهده لمفوضية الانتخابات بالعمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة بإشراف أممي وبمساعدة دولية لضمان عدم ضياع حق المواطن فيها البرنامج الحكومي وأولويات عمل حكومته أرسلها الكاظمي للبرلمان في وقت مبكر ليؤكد أن وقت الجد قد حان من أجل العراق وشعبه وفي مرحلة اختيار كابينته الحكومية أعلن رفضه القاطع لجميع الضغوط التي تقوض عمل الدولة داعيا القوى السياسية إلى تغليب مصلحة العراق على المصالح الحزبية الضيقة ليصل إلى مجلس النباب برفقة كابينة حكومية مكونة من عشرين وزيرا اختصاص لجميع الوزرات حذي أغلبهم بموافقة الجميع ليكتمل نصاب الجلسة الاستثنائية بمائتين وستة وستين نائبا صوتوا بنعم لمصطفى الكاظمي وخمسة عشر وزيرا معه ليسدل الستار على فترة من أصعب الفترات السياسية التي عاشها العراق وشعبه بعد تأدية الكاظمي ووزرائه اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان وبداية عهد يستعيد فيه العراقيون وطنهم من جديد أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحيات والله على ما أقول شهيد شكرا جزيلا سيدات سادة النوار